اهلا بحضرتكم وزارة الصحة والسكان دائمة الحرص على صحة المواطنين وهناك الكثير من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للكشف المبكر عن أمراض عديدة والكشف للمقبلين على الزواج للحفاظ على أسرة سليمة وأيضا الكشف المبكر عن سرطان الجلد في هذا الإطار أعلنت وزارة الصحة والسكان عن افتتاح وحدة تشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الاصطناعي بمستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتنسلية الحوض المرسود وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوحدة تضم أحدث جهاز في العالم لتصوير الجلد للكشف المبكر عن سرطانات الجلد ويتم تشخيص وتوثيق الأمراض الجلدية ومتابعة العلاج ويتم تشخيص مشاكل تساقط الشعر وقياس شدة مرض الصدفية واستخدامات أخرى متعددة ومتنوعة أشار أيضا في هذا الإطار إلى أن الوحدة تعد الأولى في مصر لتشخيص الأمراض الجلدية بواسطة الذكاء الاصطناعي وأضاف عبد الغفار أنه تم تجديد غرف العمليات بجرحات الجلد مجهزة بناء على أعلى المقاييس العالمية بحوائط وأرضيات وأسقف مقاومة للبكتيريا ذلك لعمل عينات الجلد الجرحية تمهيدا لإنشاء وحدة متخصصة في الجرحات الجلدية أيضا تم تحديث مكتبة المستشفى وإدخال إنترنت فائق السرعة وتزويدها بأحدث المراجع والدوريات العلمية وأجهزة الكمبيوتر من المقرر أيضا إجراء الكشف عن بعد الأمراض الجلدية والتنسلية وربطه بكل محافظات الجمهورية ستكون المستشفى القاهرة الجلدية والتنسلية المركز الرئيسي كما سيتم أيضا تنظيم العمل بالمستشفى من خلال ميكانة شباك التذاكر وملفات المرضى سيتم أيضا تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة في الأمراض الجلدية لـ 217,980 مترددا على مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتنسلية الفوض المرسود ذلك خلال الربع الأول من العام الحالي وأخيرا تأسست المستشفى عام 1903 وتضم 69 عيادة ومعملين تشمل العيادات الخارجية والليزر والعلاج الضوئي وقاعة محاضرات كبرى بالإضافة إلى وحدة التصوير الوحيدة في مصر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ووحدة جراحات الجلد وأيضا وحدة تشخيص عن بعد مشاهدين الكرام ومستمرون مع حضراتكم في تقطيع إخباري على مدار الساعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء